خرج الرجل الثاني في الدولة الجزائرية عن صمته مغتنماً مناسبة مسادقة عضاء مجلس الأمة على قانون المالية لسنة 2016 هذا القانون الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية ليرد على المعارضة في خطاب حمل لغة الحزم والصرامة بقوله علو الأصوات والتراشق بمفردات لا تمت بصلة إلى موروثنا في التعامل مع بعض التطورات تدفعني للقول حان الوقت لليفهم الجميع أن التعبير عن الرأي من حق الجميع لكن رسم السياسات الحكومية وتنفيذها بعد موافقة البرلمان هو حق للحكومة المشكلة من الأغلبية وقد حملت الكلمات التي اختتم بها رئيس مجلس الأمة جلسة المسادقة على عصب القوانين عبارات تنم عن عدم استساغته واستعابه لسلوكات المعارضة وخطاباتها التي حاملت حسبه توصفات تشاؤمية حمالة لنظر التهويل والإحباط تحاول جرى الشعب الجزائري إلى الفوضى والذي لو لا تفطنه يضيف بن صالح لهكذا تاويلات وسيناريوهات لتفاعل معها المعارضة بطبعها عقبت على تصريحات بن صالح هذا الخطاب الأجوف من السلطة الخطاب التخويني والإقصائي والاستخفافي والاستعلاء ضد المعارضة هذا تعبير عن حالة الإرباك التي تعيشها هذه السلطة نحن لا يمكن أن ينحط خطابنا السياسي إلى هذه المهاترات والجزائر وهي مقبلة على أزمة خطيرة جدا وقد لاحت تداعيتها في الأفق بناء على هذه المؤشرات إذن لم يعد مشروع قانون المالية قانون في الإطار التشريعي بل أخذ منحن التجاذبات السياسية وهو السابق في تاريخ التعددية السياسية والتشريعية